شارك وزير الخارجية سمح شكر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي حول ليبيا حيث نقل تحيات الرئيس السيسي للحضور والشكر على عقد الاجتماع برئاسة رئيس جمهورية الكنغو وعلى جهود رئاسة اللجنة لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة وأوضح وزير الخارجية في كلمته على تزايد حالة الإحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعص حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقا للولاية التي منحها إياه ملتقى الحوار الوطني وطالب شكر أيضا بتضافر جهود اللجنة الافريقية لدعم المسار الدستولي وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزام تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة عفوا ومنزه عن السعي لتحقيق مصالح شخصية وذلك لاستعادة ليبيا الشقيقة لسيادتها واستقرارها وفقا لإرادة الليبيين اشتركوا في القناة